ينضم إلينا من أديسة بابا الكاتبة الصحفي عبد الشكور عبد الصمد سيد عبد الشكور مرحبا بك لماذا استعرت المواجهة بين أديسة بابا وتجري لليوم الثاني على التوالي أهلا وسهلا بك أخي عزيز وأهلا بمشاهديكم الكرام بدأ الإنسان يعني يأسف أن يحتكم المواطنون الدولة واحدة إلى لغة السلاح لكن أعتقد بالذات في هذه المرحلة ليس من مصلحة الحكومة الأثيوبية بأي اعتبار وبأي مقياس أن تذهب إلى المعركة وهي تعلن استعدادها للمفاوضات في أي مكان وفي أي زمان وبدون أي قيود أو شروط لكن استحقاقت العملية السلمية حقيقة لها تكلفتها ولها ثمنها ولعل الجبهة أرادت أن تحقق ضغطا على الحكومة الأثيوبية عبر المجتمع الدولي كما حدث في المرة الماضية فبالتالي تجددت هذه المواجهة طيب هنا سيد عبد الشكر تفضلت بأن هذه المعركة سيكون لها ثمن ما هو ثمنها بالضبط ومن الذي سيدفعه طبعا بالتأكيد الذي سيدفعه هما المدنيون هما المساكين هو الشعب المسكين الأعزل فنتمنى أن يحتكم بالذات حقيقة كما هو معلن على الأقل في المواقف الرسمية يعني ينتظر من الجبهة الشعبية قيادة الجبهة الشعبية حقيقة أن يظهروا حرصهم على شعبهم والجلوس إلى المفاوضات حقيقة يعني هذا يعني هو المنتظر يعني من قيادات حريصة على شعبها هنا سيد عبد الشكر وبذات الوقت أيضا أيضا الدول على الحكومة الأثيوبية كما أعلنت اليوم عبر ونزارة الخارجية وعبر مكتب الاتصالات الحكومي يعني متجددا أعلنت استعدادها للمفاوضات أتمنى أن يكون يعني تطبيق هذا الاستعداد على أرض الواقع وهذا مهم جدا حقيقة لكي نجنب يعني شعبنا وكلها وهذا هو سؤالي هنا سيد عبد الشكور نعم ما هو مصير مفاوضات السلام الوليدة بين الطرفين وإن كانت الحكومة في أديسة بابا تدعو إلى التفاوض الآن لماذا قصفت بالطائرات الحربية والعسكرية من الأساس أعتقد إذا كان الموقف الذي توضع فيه الحكومة الأثيوبية أيضا عندما فصيل أو إقليم يتمرد على الحكومة المركزية أعتقد أي دولة ستتخذ هذا الموقف لكن أنا لست الآن في صدد الدفاع عن الحكومة الأثيوبية بقدر ما أنه أنا أناشد يعني كل من له صوت أن يبغط على بلدات يعني القيادات الجبهة حتى يجنبوا شعبهم حقيقة حمام الدم الذي سيحدث وعلى المجتمع الدولي أن يكون له صوت إيجابي وليس حقيقة صوت خافت ويعني ويعمل على استحياء طيب تجدد المعارك بهذه الدرجة التي تابعناها كيف سيعرق الجهود إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الدولية إلى إقليم تيجري هنا والمحتاجين في هذا الإقليم؟ بالذات في هذه النقطة الحكومة الأثيوبية قدمت كل الإمكانات كل التسهيلات التي طلب منها وأكثر بعض أجهزة الأمم المتحدة بالذات بما يتعلق في تقديم المساعدات أعلنت أنها عندها كل ما تحتاجه لكن الآن تفتقد إلى الوقود الذي تستخدمه في الشاحنات باعتبار أنه 12 تقريبا شاحنة من شاحنات الوقود اللي هو 570 ألف لتر كان مخصص لبرنامج الغذاء العالمي تم مصادرته في المنطقة فبالتالي أعتقد ليس هناك شخف الإمكانات وإن كانت حقيقة ليست كافية بقدر ما أنه العمليات العسكرية التي انطلقت بدءا من منطقة عفر وأيضا من منطقة علماطة ومدينة قبو هذه كلها فعلا هي ستمثل مصدر خطورة ولسيما نحن في موسم أمطار وإختيار هذا التوقيت أيضا ليس في صالح شعب التقراءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر